كان يتابع تحصيله العلمي في مجال اللغة العربية إلى أن رأى والده إمام وخطيب المسجد في المنام وطلب منه التحول للتخصص في العلوم القرآنية ليصبح اليوم من مدرسي القرآن وقرائه في مصر من مصر أحمد السيد إسماعيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنيات من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ساديها تقديرا ويسقون فيها فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العلي العظيم قبل الله صيامكم وقيامكم مشاهدين الكرام استمعنا لتلاوة طيبة لأحمد السيد إسماعيل من مصر شكرا جزيلا لكم ومنكم إلى السيد حسنيا تفضلوا حياكم الله حبيبي استاذ محمد تحية طيبة إلى الشيخ أحمد أكيد هذا الإتقان الذي يؤدي به حسينة تلاوة مصرية والذي لفت انتباهي بأداء الشيخ أحمد في كل موارد الحياة هناك تطور وحتى في الأنغام وحتى في أداء الأنغام ولاحظ بعض الأحيان هناك أنغام لبعض المؤدين سواء كان في التلاوة وغيرها يعني تميل إلى القفلات المطولة وتميل إلى التنقلات الكثيرة عكس ما كان سابقاً أنا اليوم انجذبت حقيقة للتلاوة اللي ما أدريش نسميها السنتي على قولتكم الكلاسيكية هسا إنصح التعبير يعني مع طبلاوي بضبط 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 كالحصاري أو الشيخ الحصاري يعني هؤلاء الذين حفظوا لنا التلاوة والتي وصلت إلى يومنا هذا ولا زالهم أسيادها فأنا اللي لفت انتباهي هذا التنقلات باتزان الطبقات الصوتية متزمة ومتناسقة ويؤديها وكأنه فعلاً متمرن عليها ولكن من جانب آخر أيضاً احساساً لي أدى به تحس لهناك كأنما ارتجال في المقامات وأنا أهني على هذا الأداء الجميل لاحفظك الشيخ محمد عصفور تقييمكم حياك الله حبيب وحيا الله مولانا الخارج والمقرئ والأستاذ لاحفظك سيد الشيخ أحمد السيد لاحفظك سيد صراحة أنا لها 12 سنة ما نزلت مصر ترك مصر من 12 سنة بس لما أشوف أمثالكم صراحة كأنه بشم ريحة بلدي وطرب بلدي ربنا برك فيك ربنا أحفظك وصراحة يعني تخنقني العبرة والله صدخة يعني الله يسهل عليك يا شيخ الله يسهل عليك يا رب لأنه إحنا تربينا على إيد المشايخ المصرية كنا أحياناً أنا أحكي عن نفسي كنت أروح عند الشيخ كنت ممكن أعود ثلاث أربع ساعات أنتظر دوري لأقرأ صفحة أو صفحتين وأرجع وأنت بتعرف هذا الكلام تربينا على إيديهم منذ الطفولة كنا لحد ما كبرنا وكنا مزوجين ومخلفين أولاد وكنا ننضرب وممكن الشيخ يعيط ويدرب ونبوس أيديهم لأنه علمونا فعلاً وربونا يعني ربونا تزكية وتربية وتعليم صدقاً يعني وأقرأوناك يعني بحق فأنا لما بشوف أمثالكم بتذكر هاي الأيام وبتذكر هاي الأيام ما بقدر أمسك نفسي صراحة صدقاً يعني وإلي 12 سنة ما نزالت إن شاء الله الله يكتب لنا نزول ونلتقي بكم جميعاً في بلادنا إن شاء الله فرفع الله رأسك وبيض الله أجهك ربنا يبرك في الله وإن شاء الله يكتب لكم التوفيق الثلاثة المصريين نكتب لكم التوفيق المراحل القادمة إن شاء الله شكراً حبيباً شكراً شكراً وركت لكم هذه الدموع الشيخ محمد أهمي عصفور الشيخ عمر لكم الكلام شيخ أحمد ما شاء الله كنت رائعاً ربنا يبرك في عمر وجعلتنا نخشع لتلاوتك لحفظكم فتصورناك الشيخ محمود خليل حصري وأمثال الشيوخ الذين يجعلونا نخشع ونستمتع بمعاني القرآن الكريم كنت رائعاً في طلتك وفي آدائك وفي كذلك تفاعلك مع الآيات القرآنية فلم تشغلك النغمات على معاني الآيات فكنت متمكناً ورائعاً فبارك الله فيك وأنت الآن مقرئ وكذلك قارئ فنصر الله لك التوفيق إن شاء الله وأن تنشأ لنا جيلاً قرآنياً لكي يبقى هذا الخير وهذا الإرث لمصر العظيم مصر القرآن بارك الله فيك أي أستاذ عماد رامي تفضلوا أستاذي كنت تدندن على مقام معين أو علامة معينة اللي هي الصول ما بين الصول والدو يعني أنا أتوقع أنك أنت تجيب جوابات ما كنت تطلع ما تكلفت بس هذا الشيء يعني بصال حق لأنه كل ياتهم عم يطلعوا يتكلفوا يطلعوا يجيبوا جوابات ما بيكونوا دارسين مساحة صوتك أنت دارس المساحة الحمد لله وماشاء الله عنك يعني محترف ربنا بخارف زخرفت زخارف جميلة وعرب بمكانها وشكراً إلى بني أحفظك شكراً لحضرتك ربنا أحفظك أسأل الله لك التوفير الله يحفظك الدكتور الشيخ باسم تفضل مرحباً بك أحمد مرحباً بحضرتك أمر لافت جداً في تلاوتك أنت في كربلاء وكربلاء تحتضنوا أو يحتضنها سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ربنا الله وأنت قرأت آية قرآنية هل كان في ذهنك هذا الربط أن في هذه الآية إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وشكورة لا شكورة واحد من مصاديق هذه الآية هو سيد الشهداء هذا أمر جيد أكثر المفسرين أو كل المفسرين قالوا أن هذه الآية تفسير هذه الآية ومصاديق هذه الآية هم أهل البيت أهل البيت الله اللافت أيضاً أن الأئمة عليهم السلام حينما أعطوا هؤلاء الفقراء المسكين والفقير هل قالوا إنما نطعمكم هل تحدثوا هل قالوا هذه العبارة أو لم يقولوا ماذا تقولون هم لم يقولوا حينما أعطوا طعامهم ما قالوا لهؤلاء بالنية الآتين إنما نطعمكم لوجه الله الله سبحانه وتعالى كشف عن هذه الحقيقة وأظهر نيتهم فهذا أمر عظيم أنتم تلوتم آية ومصداق هذه الآية في كربلاء كيف وجدتم سيد الشهداء رضي الله عنه في روحكم حينما ذهبتم إلى الحرم الشريف هذه الزيارة مع المعرفة نحن نزور سيد الشهداء مع أننا يجب أن نعرف سيد الشهداء ليس نزور الشباك والحديد نتعاطى مع الإمام عليه السلام فأحسستم بروحكم هذه العلقة وهذه الرابطة مع الإمام الحسين وترجمتم هذه الآية على نحو الحقيقة والروح نستمع منكم قليلا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام رسول الله على البيتين الكرام أنا كنت محتار في موضع المؤمنون وموضع إنا الأبرارة بس لما زورت الحسين أول مبارح فقلت في قلبي وقلت في قلبي وقلت في قلبي وقلت في قلبي تعالى هو اختارها لك نعم هي قنوب المصريين بطبيعتها يتنفوا إلى أهل البيت وهي بالفطرة يا دكتور نحن في المنطقة في كربلاء لكننا في مصر يعني أنت تتمشي في الحسين في الغرية في العتبة هو كده في حلف مصر في لا زال ذكرك يا حسين يهز منا القلب هزة وكذا ندانا يا حسين يزيدنا شرفا وعزة إن شاء الله يزيدك هو يقول أنه الحي الإمام الحسين هون في كربلاء ويمشي فيه كأنه حي الحسين في مصر نفس الناس ونفس الثقافة والطبيعة والأكل والشرب ونفس الشي عندنا يام أحسن اختيار الآيات فاستحوذ على قلوبنا نعم وقبل أن تختم نعم قبل أن نختم بالتأكيد ختاما ومسك الختام سيد كاريب اثنين آتا آمان بذكرك الجراح تطيب أحسين أنت إلى القلوب حبيب نعم هو حبيب وقريب يا نجلة طاقة يا نجلة طاقة يا نجلة طاقة بل ومهجة فاطم يا قلب حيذر قد فذتك قلوب الله الله اللوح يا نجلة طاقة واهتزة الأرض إجلالا لموليذه شبياتا من بعروس غزغ الطارب الماء فاض زلالا من أصابعه أره الجيوش وجوف الجيش يلتغب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوالي من كان للزراء ينتسب من أسل فاطمة أنا بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف الناس الله 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 بدأنا ومررنا بالحسين سلام الله عليه وختمنا بفاطمة سلام الله عليه أحمد سيد اسماعيل شكرا جزيلا لكم شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم